في كتير طرق وسط الحياة تام وفيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق المشاهدين مع حلقة جديدة كلام جديد قصة جديدة مع أم سلام الآية اللي منرددها في كل سنة بتقول إلى هنا أعاننا الرب ومنعيدها ومنزيد فيها كل سنة وراء سنة وأنا بعرف القصة من زمان بس هاي السنة بالذات أجع على بالي أني أرجع للقصة والرب وضع على قلبي هيك أتأمل فيها أكثر شو السبب وين أجت هاي القصة هاي الآية أجت في سموئيل الأول أصحاح سبعة وعدد تلتعاش اتناش تلتعاش أنه لما أخذ سموئيل حجر ووضعه ونصبه بينه وبين الأعداء ونصبه قدام شعب الله وقال إلى هنا أعاننا الرب إلى هنا أعاننا الرب في حمايتنا إلى هنا أعاننا الرب في أنه ماشي معنا إحنا بنعرف أنه الله كان يمشي مع شعبه بآيات ومعجزات وفي حجارة كانت توضع يصبوا عليها زيت لتكريسها أو توضع زي مذابح وتكون شهادة على أنه القصة حصلت فأنا وإياكم اليوم بدي أحكي لكم القصة اللي صارت اللي صموئيل حط الحجر وجعله شاهد وقال إلى هنا أعاننا الرب لمست قلبي كتير هاي القصة إحنا بنعرف أنه صموئيل استجابة صلى لأمه من هو صغير وبعد ما فطمته أمه جابته على الهيكل عند عالي الكاهن ومنعرف أنه الله تكلم إليه ونادى عليه صموئيل صموئيل وهو قال تكلم يا رب فأنا عبدك سامع ولما شاخ عالي الكاهن وكبر ولاده العالي الكاهن اللي هو كان رئيس الكهن المسؤول عن الهيكل كانوا يعملوا الخطيئة أمام الشعب يعني كل واحد جاي معاها تقدمة ياخدوا من إيدها التقدمة وياخدوها لأنفسهم يأكلوا الأشياء المحرمة على أنهم يأكلوها لكن لازم تقدم لأ الله فكان يأكلوا نصيب الله يأخدوا حق الله من الناس ومرات كتير إحنا منروح بكل نية طيبة حتى نقدم لأ الله تقدمات معينة ومنشوف في الطريق أشياء بتتعبنا وبتعرقل مسيرنا وبتخلينا نروح في أماكن مختلفة المهم في كل القضية أنه هنما كانوش أمناء والرب كلم عالي أنه يوبخ أولاده وعالي ما كانش عنده توبيخ أولاده أنا مرات كتير بفكر أنه إحنا مع ناس سلطة على أولادنا بعد عمر معين يعملوا الأشياء اللي إحنا منعملها أو اللي بدنا إياها أو يعيشوا الحياة المقدسة اللي إحنا ممكن نطمح أو ربناهم عليها لكن ما نترك فرصة أنه نوبخهم على أعمالهم الغلط وأنا هذا الشيء بعمله في حياتي لما أنا بشوف أنه ابني أو بنتي ما بده يرد علي وما بده يسمع لكلمة الله اللي أنا بدي أعيشها على القليلة أنا بقدر أوبخ أعماله أفهمه إيش كلمة الله بتقول حتى لو رفض يسمعها لكن عالي الكاهن ما كانش يوبخ أولاده فكان يتركهم على راحتهم يعملوا اللي بدهم إياه طبعا بهالوقت صمويل كبر والرب صار يتكلم مع صمويل وصارت الناس تثق في صمويل وتثق في اللي بيعملوا صمويل والرب سمح بأنه يصير حرب وإنتوا عارفين أنه تابوت عهد الله هو التابوت اللي فيه الشريعة وفيه عصى هارون ومن والسلوى اللي الرب أعطاه كمان لوحي الشهادة لموسى موجودين وكان وجود التابوت في وسط الشعب هو عبارة عن حضور الله في وسط الشعب لكن اللي صار إنه صارت حرب وسبوا تابوت عهد الله وأخدوه من عندهم وفيه آية كتير هزت مشاعري في صمويل برضو الأول اللي بيقول إنه لما أجت امرأة فنحاس تلد اللي هي واحد من ستات بتوع ابنه لعالي الكاهن قالوا لها تابوت عهد الله راح قال إن ألب المخاض عليها وولدت بحزن وإيش سمت الولاد سمته أخابود قال زال المجد زال المجد قديش صعب إنه إحنا يزول مجد الله من حياتنا ويتاخد الحجر اللي إحنا كنا مرتكزين عليه كلمة الله الوصايع الله الحياة اللي إحنا عشناها سنين طويلة في مخافة الله ويتاخد هذا ويروح مننا زال المجد زال المجد من وسطهم زال وجود الله من وسطهم ليش؟ لأنه كانوا يعملوا الشر في عيني الله ما لم يبالوا بإنهم يعملوا الشر وقديش مرات إحنا لما منبعد في الحياة ومنعمل أشياء وبعدين ننتبه الله مش موجود في حياتنا ما فيش بركة بحياتنا ليش؟ حتى وهي بتولد وقالولها جبتي ولد وقديش الواحدة بتكون فرحانة بالولادة وخاصة إنه كمان جيب صبي لم يبالي قلبها كانت بحزن ليش؟ لأنه مجد الله مش موجود في المكان مهما إحنا أخدنا عطايا في هذا العالم مهما كان في عنا قوة وعنا مركز وهذا عائل الكهن كان رئيس كهنة كان قاعد في الهيكل ليل النهار لكن أخدوا مجد الله وقديش في عبادات بتقوم مرات في بيوتنا في كنائسنا في أماكن عبادتنا لكن ما في مجد لله في الوسط ننتبه هل زال المجد من حياتنا أم لا؟ ولما صارت الحرب ماتوا الولدين اللي كانوا لا يطيعوا الله وبعدين أجل خبر لأبوهم وإعوا انكسرت رأبته وهذا اللي بيسير إنه أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون لا تفكروا إنه الله بيطور روحه على الإنسان عشان قال أنات الله تقتادنا للتوبة أنات الله تقتادنا لمعرفته ولما أخدوا تابوت العهد ودخلوا على مكان الآلهة الغريبة اللي هي أصنام أجوا الصبح لاقوا الصنماء على وجه ومكسر حضور الله في بيت الأشرار بيلغي الشر وبيكسر الشر فكم بالحري لما إحنا نكون جايبين حضور الله لبيوتنا لما منجيب حضور الله لبيوتنا كل شر إحنا منعاني منه أو بيحاول الشر يدخل بيوتنا بيتكسر أمام الله ليش؟ لأنه فيه لأله سلطان وهذا إشي أنا اختبرته في حياتي مظبوط منعاني من الشر اللي بيجيبوه مرات أولادنا على بيوتنا مرات منعاني من الشر اللي الناس بتجيبوه على بيوتنا مرات منعاني من الشر ميولنا إحنا الضعيفة إنه نرجع للعالم ونعيش في العالم ونتمنى زي ما أهل العالم بيتمنوا لأنه إحنا مش شايفين إنه الله عم بيستجيب صلواتنا وحتى لو ما مارسنا هذا الشيء علىنا مرات منمارسه في دواخلنا يعني هيكل الله هو قلوبنا هيكل الله هي حياتنا فمرات أنا ممكن أعمل أشياء بالخفية بالسر محدش بيعرفها قدام الناس ببين ممتازة وبعبد الله وبروح على أماكن العبادة لكن زال المجد زال المجد راحت المسحة راحت قوة الله من حياتي ضعفت أنا صرت لمبالي ألا لم يبالي قلبها بتقولهم زال المجد طب أنت عم تولدي هلأ وقت إنه تفكري بإنه مجد الله موجود في المكان أو لا وبعد هيك تعبوا الأعداء من إنه كل مرة آلهتهم توقع على وجهها آلهتهم أصنام آلهة الشعوب اللي حولينا لها آذان ولا تسمع لها عيون ولا تبصر مثلها يكون صانعوها كل واحد عمل لنفسه إله في هذا العالم ممكن تكون الشهادة إلهي المركز إلهي الفلوس إلهي فيه عندنا آلهة كتير وممكن يكون هو نفسه كلمة الله لناس معينين إله لكن لما بيحل مجد الله الله المحبة الله القادر على كل شيء الله الموجود في كل مكان الله اللي بدل نفسه للعالم وأجى في صورة إنسان وتعلق على الصليب لما بيحل هذا الإله كل مجد وكل آلهتان بتختفي وبتوقع على وجهه وتتكسر وكل عبادة لا ترضي الله تنتهي فلما شافوا إنه هذا الإله هو أقوى من آلهتهم ارتعبوا قالوا شو نسوي يلا نرجعوا محله ويا ما في مرات كتير إحنا منعاني في ظروف صعبة من الآلهة اللي بتكون حولينا والمعتقدات اللي بتكون حولينا ومن تصرفات الناس اللي بتحاول تكسر إيماننا فينا وتكسر روح الله وتخنق روح الله في حياتنا لكن نرجع ونرفع راسنا ومنقول إيش رح يرجع المجد وهذا اللي صار حطوه على بقرة ورجعوه ومشي تابوت عهد الله ورجع لمكانه ولما رجع لمكانه صمويل شافه قال أخذ خروف وأدمه ذبيحة في صمويل الأول عدد سبعة وصرخ إلى الله وقال أعيننا أعيننا يا الله وضع هذه الحجر اسمه حجر المعونة وإيش قال إلى هنا أعاننا الرب قديش إحنا عانينا من الذل قديش إحنا عانينا من إنهم حبسوا إلهنا أو سرقوا إلهنا منا وخلونا نعيش بقيمهم وتقاليدهم وعاداتهم لكن رجع المجد ورجع الله في وسطنا وإلى هنا أعاننا الرب وحطينا حجر المعونة قديش فيه في بلادنا حجار قديش منشوف إحنا رجمة ومنحط حجار حتى لما الواحد بيموت بحطوله حجر وبيكتبوا تاريخ حياته عليه طب شو ضمن هاي الحياة تاريخ الميلاد وتاريخ الممات شو الفترة هاي عاش هالإنسان هل عاش هذا الإنسان المجد ذاهب من حياته إخابود زال المجد من حياة الشخص ولا فعلا في مجد حقيقي في حياة هذا الإنسان وكل مكان يدوسه المجد يدخل معه الله يدخل معه المكان هل فعلا إحنا منحس بأنه في قوة لأله غير عادية مرافقة لإلنا اللي هي قوة الروح القدس قال يسوع لا أترككم يتامى هو برشدكم هو بعزيكم هو برفعكم هو بدلكم هو بذكركم بكل ما قلته لكم هون كانوا لازم يجيبوا الشريعة ويقرؤوها ولازم يعملوا ذبيحة وبعدين يوقفوا قدامها وبعدين لازم يبنوا حجر يا يغسلوا بالدم يا يغسلوا بالزيت يا يوقفوا الحجر ويقولوا هذا هو بيننا وبين الله اليوم تعال جيب حجر المعونة وقف قدام الرب وقل له إلى هنا أعنتني يا رب يمكن في مرات كتير أنا خذلتك في الماضي يمكن في مرات كتير أنا ما عشت زي ما أنت بدك مني في الماضي يمكن في مرات كتير أنا شعرت أنه المجد زال واليوم أنا شعري أن المجد زال لكن اليوم أنا بدعوك يا رب حتى تكون بداية جديدة لألي احنا منفكر بالبدايات دايما بأول السنة لكن خلي كل مرة في عنا تاريخ بداية مع الله حتى يرجع مجد الله لحياتنا ونقول إلى هنا أعاننا الرب قصة كتير حلوة بشجعكم تقرؤوها في الكتاب المقدس تتأملوا فيها تقعدوا قدامها يمكن أنا قرأتها حوالي عشرين مرة وأرجع أعيد كيف زال المجد كيف إحنا منعيش والمجد مش موجود في حياتنا كيف إحنا منعمل عبادات وتقوس وصلوات والله مش موجود في الوسط ما فيش وجود لأله في حياتنا قدي الشرائع منقوم فيها والله مش موجود في الوسط إحنا بدنا نعمل الشريعة بأنفسنا ونفكر إنه هاي هي شريعة الله لكن لما منيجي لشريعة الله الحقيقية ومنقرأها بتتغير أفكارنا بصير في عنا نور غير عادي زي ما لما عمل قال لهم تعالوا شوفوا كيف الله خلصنا من أعداءنا شوفوا كيف الله عمل المعجزة في وسطنا لو أخدت سنين لكن الله لابد إنه يستجيب والمجد يرجع إلى نفس الإنسان ما حدا بقدر يسلب مجد الله مننا ليش؟ لأنه إحنا في العهد الجديد ليس زي العهد القديم الروح القدس بزورنا مرات وبروح ومنعمل مناسبات معينة عشان نوري حضور الله في حياتنا لكن في اللحظة اللي أنا باجي فيها لأ الله بنولد بالروح القدس والروح القدس بيرافقني إلى نهاية الحياة وبيضل معاي حتى لو أحزنته حتى لو أتعبته حتى لو غلقت عليه حتى لو أنا مش سامح لروح الله ياخد كل المجال في حياتي لكن أنا في هذا اليوم بدي أحط حجر المعونة وهقول له أشكرك يا رب لأنك أعنتني إلى هذا الوقت أنت يا رب اللي كنت ماشي معي أنت الأمين أنا ما كنتش أمين لكن إلى هنا أعاننا الرب وأنا بشكرك لأنك أعنتني وإذا أنا لسه ما عرفتك يا رب اليوم أنا بدي أعرفك وبدي أعيش معك وما بدي أقول إنه المجد راح لكن دقول إلى هنا أعاننا الرب وإنت فعلا إله أمين حتى تعيننا في كل ظروف الحياة لك كل المجد باسم يسوى أمين رب يكون معاكم إلا لقاء آخر في كتير طرق وسط الحياة تام فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتمتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق طريق خلال كثير لفرحة حياة اشتركوا في القناة